يعني كثير نسمع دكتور في مثل هذه الحالات أو المرارة بشكل عام سواء الحصوة بشكل عام سواء في المرارة أو في حتى الكلا في الخلطات هذه اللي نسمعها حط باكدونس حط أشياء يعني كثير ممكن أنها تنتشر وللأسف بكثرة هذه اليومين أو شيء نتكلم عن صحتها الأشياء الطبيعية أو الوصفات الطبيعية واللي هو الطب البديل اللي يسمونا وبالإضافة إذا في طريقة واحد يتخلص منها بدون عملية جراحية سؤال ممتاز شوفي نقطة مهمة ممكن لو طلعنا من الحلقة هذه بهذا الكلام اللي بقوله يكفينا لا يوجد أي دور علمي أو دراسات علمية تثبت فعالية الأعشاب في علاج حصوات المرارة بأي طريقة من الطرق علاج حصوات المرارة هو بالإزالة الجراحية عندما تتواجد حصوات لكن في بعض الناس يقولك أنا أبغى أمنأ تطور وضع الحصوات وإن وجدت بعض الأدوية لكن هو دواء واحدة اللي ممكن يقلل من احتمالية تطور أو وجود حصوات المرارة في يوم من الأيام لكن الفترة هذه ستأخذ فترة طويلة مع الناس قد تصل إلى أشهر وسنوات وهو يستخدم نفس العلاج هل فعالية هذه العلاج 100% تقتل عدم وجود الحصوات؟ لا طبعا لكن تقلل من الاحتمالية الواردة بنسبة 50% فهل يعتمد على 50% ويأتي السنوات وهو عايش على الدواء هذا غير منطقي لكن لحظة أن تتواجد الحصوات في المرارة وبدأت تحدث عندنا أعراض معينة ومشاكل معينة أو التهابات استدعت أن المريض هذا يزور الطبيب لأكثر من مرة هنا نقول التدخل الوحيد والعلاج الوحيد هو إزالة المرارة بحصواتها الموجودة أما غير كذا لا يوجد أي حاجة تدل على أنه تعالج لا بأعشاب أو بالطب البديل ترجمة نانسي قنقر